بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وعلى عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة لوم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذه آية عظيمة من الآيات الفريدة في كتاب الله تبارك وتعالى التي بيّن الله تبارك وتعالى فيها نعمته على هذه الأمة وكان نزولها يوم عيد عظيم وهي يوم عرفة في يوم الحج الأكبر يوم حج النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم جمعة هذه الآية أولا جاء فيها تفصيل ما حرمه الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان من بهيمة الأنعام من المحرمات حرمات الأطعمة قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت بالفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله ولا شك أن المحرم هو الله تبارك وتعالى لأنه لا يحل ولا يحرم إلا الله والبناء هنا لما لم يسمى فاعله لأن هذا الأمر واضح لوضوح الأمر ولأنه يعني كأنه لا حاجة إلى ذكر المحرم وذلك أن الذي يحرم من بداهة الأمر عند المؤمنين أنما هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو فهو الذي له حق التحليل والتحرم والذي يحل لعباده ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى إن الله يحكو ما يريد حرمت عليكم الميتة الميتة كل ما يموت من بهيمة الأنعام التي أحلها الله لأن أحل لنا أكلها كل ما يموت حدفا فيه بدون الذكاة الشرعية بأي وسيلة أخرى من الوسائل دون الذكاة الشرعية فهي ميتة والدم الدم وقد جاء مقيدا بأنه المسفوح يعني ما يسفح سواء كان وقت الذكاة أو ما يأخذ بالفصط يفسد عرق من الذبيحة ثم يتلقى فيها الدم كما كانت تفعل العرب فإن العرب كانت تأكل الدم من البهيمة الحية مع إبقائها للبهيمة حية تفصل عرق يأتوا للبعير فيقطعوا عرق من عروقه ثم يضعوا عندما يشخوا بالدم تحته يعني إناء حتى إذا امتلأ هذا الإناء يعني قفلوا يعني هذا الفصط ولحموه ثم إذا جمد هذا الدم أكلوه فهذا الدم المسفوح سواء كان بالبهيمة وهي حية أو عند الذبح ما يهدر عند الذبح وقد جاء هذا التقييد في قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير أما غير ذلك من الدم فإنه ليس بحرام كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح وتصفية البهيمة من الدم قد يبقى في عروقها شيء من الدم أو يبقى على اللحم شيء من الدم فهذا ليس يعني نجسا وليس حراما أكله كذلك الكبد فإن الكبد فيه نسبة كبيرة من الدم تكون فيه فهو مباح كذلك وقد جاء في الحديث وحلت لنا ميتتاني ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحان ولحم الخنزير والخنزير الحيوان المعروف ونص عليه بالذات لأن الله تبارك وتعالى حرمه وكان بعض أهل الكتاب من النصارى يعني أباحوه وهنا نص الله عليه لشدة نجاسته ولخبثه فحرمه الله تبارك وتعالى فقال ولحم الخنزير أي ولا شك أنه يدخل فيه كل ما هو تابع لهذا اللحم كشحمه وكبده ويعني بقية أعضائه فكلها لا شك أنها داخلة يعني في لحم الخنزير وهذا قضية إجماعية وما أهل لغير الله به الإهلال هو رفع الصوت يقال كل من رفع صوته أهل به ومأخوذ من الهلال وذلك أن العرب كانت تتراء الهلال فإذا رأوه رفعوا أصواتهم ابتهاجا بشهر جديد فسمي بعد ذلك للتغليب كل رفع صوت عند أمر ما إهلالا والمقصود هنا ما أهل لغير الله به يعني ما رفع الصوت عند ذبحه كما كان العرب ترفع أصواتها وتذبح لغير الله فعند بداية الذبح تقول باسمي مثلا اللات باسم العزة باسم الكعبة باسمي باسمي فتذكر اسما غير اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة فكل ما ذكر عليه اسم غير اسم الله سواء كان هذا بالإهلال اللي هو هذا رفع الصوت به كما هي العادة والتغليب أو كان سرا كذلك يعني أسر شخص في نفسه وعلمنا أنه عندما ذبح ذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى فهذه نجسة وذلك أنها لم تستحل باسم الله تبارك وتعالى فإن الله هو الذي يحلها باسمه سبحانه وتعالى أنت لا تذبح ولا تتصلط على هذه البهيمة إلا إذا أباحها الله لك الذي خلقها سبحانه وتعالى فالذي خلقها هو الذي أمر أن تذبح باسمه فإذا ذبح دغلاء غير اسمه يصبح تعدي وتكون هنا نجسة وهي من جملة يعني المحرمات ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض الميتات التي تموت بغير الذكاة الشرعية وقفقال والمنخنقة المنخنقة ما تخنق فتموت سواء تخنق باليد أو بحبل أو تخنق نفسها أو تدخل رأسها يعني في مكان ضيد فتختنق فتموت بأي صورة من صور الخنق والموقوذة الوقذ هو الضرب على الرأس ضرب يقتل كأن تضرب بعصة أو تضرب بمطرقة أو تأخذ وتضرب يضرب رأسها بحجر أو بالأرض فهذا كله وقيذ فهذا الوقف فالموقوذة المضروبة على رأسها ضربة يعني تقتلها والمتردية التردي هو السقوط من مكان عالي كأن تكون هذه البهيمة على مكان عالي سطح أو جبل ثم تقع فتموت بوقعتها هذه سواء كان هي تردت تردت بنفسها أو يعني دفعها أحد فألقاها والنطيحة نطيحة المنطوح وهي ما تنطح ومثلا أختها فتقتلها شاه تنطح شاه أو ثور ينطح مثلا غيره أو أو ينطح عنز إذا كل ما مات بالنطح من بهيمة لبهيمة فهذا أيضا كذلك من جملة الميتات وما أكل السبع ما أكل السبع ما ذهب إليها سبع يفترسها والسباع كل ذيناب مثل يعني الأسد الفهد الذئب إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم إلا هنا لا شك أنها ترجع إن شاء الله على الصحيح إلى كل هذه المذكورات يعني إلا ما أدركتموه من هذه المذكورات فذكيتموه ومعنى ذكيتموه يعني لحقتوه قبل موته فذبحتموه ومات بالذكاة الشرعية يعني هذا بالذبح وإخراج الدم من عرقي ثم قال جل وعلا وما ذبح على النصب يذبح على النصب على الأنصاب الأنصاب كل ما يقام من علامات للشرك سواء كان صنم أو وثن حجر أي شيء ينصب ليعبد من دون الله يطاف به يتبرك به يسأل من دون الله تبارك وتعالى يعبد الله تبارك وتعالى عنده بعباده لمشرعها كل هذه أنصاب فكل ما ذبح عند النصب تقرب إلى غير الله تبارك وتعالى وذبح على غير الله تبارك وتعالى فكذلك ما ذبح على النصب ثم قال جل وعلا وأن تستقسموا بالأزلام أن تستقسموا بالأزلام تستقسموا تطلبوا القسمة بالأزلام أما الزلم مفردها الزلم جمع الزلم هو السهم الذي ليس له نصل سهم ليس له نصل وكانت العرب تستقسم بهذه الأزلام عن طريق القمار وفيه استقسام تاني اللي هو عن طريق معرفة البخت والحظ مقامرة هو أن يأتي عشرة كان يأتي عشرة يشتركون في بعير مثلا وفيه عشرة أسهم سبعة منها لا تكسب خاسرة وثلاث أسهم تكسب سهم المعلّة وسهمان بعده اللي هو السفيح والمنيع المعلّة كان من يخرج له يأخذ نصف الذبيع والسهمان الأخريان يأخذ الربع والربع فالذبيحة هذا البعير يأخذه بعد ذلك ثلاثة الذين يكسبون والسبعة يخسرون فيخسرون رهانهم فهنا استقسموا بالأزلام طلبوا القسمة عن طريق هذه الأزلام فهذا الذي البعير أو الشاه أو البقرة أي حيوان من حيوانات من الأنعام يشترى ويصنع فيه هذا الصنيع وتطلب القسمة فيه بالأزلام فهذا لا يجوز أكله هذا لا يجوز أكله لأنه قومر عليه لأنه دخل في القرعة والقمار فأصبح خبيث أصبح كسب خبيث لا يجوز يعني أكله وكذلك يكون الوجه الثاني من التفسير أن تستقسموا بالأزلام كذلك العرب لها استقسام بالأزلام وهي أنها تريد أن تعرف الحظ والبخت المستقبلي عن طريق الأزلام وهذه ثلاث أزلام أو ثلاث سهام سهم مكتوب عليه افعل وسهم لا تفعل وسهم ليس عليه شيء ما مكتوب عليه أي كتاب ثم يضعونها في كيس خريطة ويخلطون هذه الأسهم ثم تكون هذه غالبة ما تكون عند الكاهن وعند صنم من أصنامهم ثم يأتي واحد الذي يريد أن يقدم على عمل ما مستقبلي كزواج أو تجارة أو سفر أو نحو ذلك من أي عمل يريد أن يعمله فيقوم يقول أولا أعرف حظي وبختي وأعرف قسمتي ونصيبي هديت ويقوم يأتي عند الإله هذا فيدفع لسادنه شيئا نذر أو شيء للكاهن ثم يقول له اضرب لي السهم أنا أريد أن مثلا تزوج فاضرب السهم لي فإذا خرج افعل يقول له خلاص الآلهة يعني ترضى عنك فتزوج وإذا خرج السهم لا تفعل يقول له خلاص هذا لآلهة غير راضية وحظك الآن سيء لا تفعل وإذا خرج السهم الذي ليس عليه كتابة فإنه يرجع يعيد القرعة مرة ثانية فيعيد القرعة فهذا استقسام بالأزلام وهذا نوع من الشرك لأنه أظن أن هذا تعرف الغيب ولا يعرف الغيب إلا الله تبارك وتعالى وفيه كذلك ذهاب إلى هؤلاء يعني الكهنة وكذلك الظن بأن هذه الآلهة والأسطلام التي يصنع عندها هذا الاستقسام إنها على علم بشيء من الغيب وأن تستقسم بالأزلام قال جل وعلا ذلكم فسق ذلكم إشارة إلى كل هذه الأمور فسق يعني الفعل شيء من هذا الذي أحرم الله وتبارك وتعالى لكم فسق والفسق هو الخروج عن الطاعة فسق بمعنى خرج عن الطاعة ومنه سميت الفارة فويسقة سمى نبيل فويسقة وذلك أنها تخرج لتعيث الفساد تخرج من جحرها لتعيث الفساد فهذا ذلكم فسق ثم قال جل وعلا اليوم يا إسى الذين كفروا من دينكم اليوم والذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة وفي عام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكانت الجزيرة كلها قد دخلت في الإسلام وأذعن الجميع للدين وأصبح سيف الإسلام يعني على رقاب كل أعدائه من اليهود الذين كانوا بالذل والخسار وقد أجلوا عامتهم عن الجزء العربية ولم يبقى إلا يهود خيبر يعني هم في مكث مؤقت فلاحون الأرض يفلحونها وجراء على نصف يعني ما يخرج منها وبعض النصارى يعني الذين كانوا في نجران ونصارى قلها في تغلب والباقي كله قد دانت الجزيرة بكاملها للإسلام وأصبحت آمنة مطمئنة وتحقق فيها موعود الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه يشك أن تخرج الضعينة من يعني بصر الشام إلى صنعاء اليمن لا تخافوا إلا الله الأمن حل كل مكان قال جل وعلا اليوم يائس الذين كفروا من دينكم الكفار يائس من هذا الدين يعني أن يستأصلوه وأن ينهوه بل أصبح هذا الدين يعني فوق كل دين في الجزيرة بل وأصبح مهيئا لأن يهدد بعد ذلك وينتشر في كل مكان يعني في العالم فإن النبي قد خرج في السنة التاسعة بنفسه صلى الله عليه وسلم وبثلاثين ألف من أصحابه ليقاتل هرقل عظيم الروم وأرسل قبل ذلك إلى كسر عظيم فارس يقول له أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأكارين فيهدده بأنه لا بد أن يسلم وأن خير المسلمين ستأتي ستأتيه يعني حتما فاليأس من يعني الكفار يأس من الإسلام اليوم يأس الذين كفروا من دينكم يأسهم هو انقطاع رجائهم وأملهم في القضاء على هذا الدين بل خلاص اشتدت الدين هذا قوية شوكته واشتد ساعده واستعصى على الكفار أن يغلبوه وأن يهزموه اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشو وخشو لا تخشو الكفار وخشو اخشو الله تبارك وتعالى الذي يمكنكم هذا التمكين في هذه يعني السنوات القليلة عشر سنوات فقط كان الإسلام الذي كان في مكة قبل ذلك ليس له إلا مائتين إلى ثلاثمائة شخص فقط من أتباعه النبي هاجر وليس ثم يعني ممن آمن به إلا نحو ثلاثمائة شخص فقط فإذا به في مدى عشر سنوات يدخل الإسلام كل بيت في الجزيرة العربية ويدين كل الجزيرة العربية يدخل فيها من عمان إلى اليمن إلى البحرين إلى هجر إلى تخوم الشام وتخوم العراق كلها دخلت في الإسلام دخلت هذه القبائل وهذه اليد وأذعنت يعني لهذا الدين فأمر عظيم جدا قال جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني لا تخشو الكفار واخشو الله تبارك وتعالى فإن الله الذي يعني أحق بالخشية هو الرب الإله الذي الذي كل شيء بيده سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينك اليوم هذا اليوم الذي ناسه بنزول هذه يعني الآية قال جل وعلا أكملت لكم دينكم قد كملت الشرائع وضح الطريق وضح الصراط تحددت يعني معالم هذا الدين بكاملها الصراط إلى الله تبارك وتعالى كل أنواع الكفر والضلال كل الكفار والضالين نزلت الحجة القاهرة التي قتل الله تبارك وتعالى بها كل دين وكل عقيدة مناوئة للإسلام وإلى يوم القيامة كذلك فكمل الدين اعتقاداً وتشريعاً وعملاً أصبح كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة نعمة سابغة بإنزال القرآن أرسال الرسول إتمام الدين نصركم على الكفار كل هذا تم أتم الله تبارك وتعالى نعمته وعلى عباده المؤمنين أتم النعمة فقد نصرهم على أعدائهم جعل الجميع الآن يرهبهم وتحت قهرهم أتم لهم شريعتهم السمحة السهلة ما جعل عليها ما جعل فيها سبحانه وتعالى من حرج ما على أهل الإيمان أنزل هذا القرآن الذي لا يمحوه الماء ليبقى نور وهداية لأهل الإيمان وإلى آخر الدنيا فالنعمة السابغة التامة أتمها أكملها الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا كذلك ورضي هذا رضي الإسلام دينا لعباده المؤمنين أنه يرضاه ويكافئ عليه ويحبه لهم سبحانه وتعالى ويحب من عباده المؤمنين كذلك أن يسلموا له وأن يدعينوا له ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا خياره وهذا عطاؤه وهذا منته سبحانه وتعالى ثم رجع الأمر إلى يعني هذه المحرمات التي حرمها الله قال جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم إن الله أفرح ذكر الله تبارك وتعالى هذه المحرمات ثم هنا ذكر كذلك مسامحته سبحانه وتعالى في حال الضرورة وأن من ألجأته الضرورة إلى شيء من هذه المحرمات الأطعمة فإنه يأكلها بشرط أن لا يكون يعني متجانف الإثم يريد الإثم بهذا وأنه اضطرته إلى ذلك المخمصة المخمصة الجوع الشديد المفضي إلى الهلاك قال فمن اضطر يعني ألجأته الشديد في مخمصة جوع شديد غير متجانف في الإثم الجنف هو الميل يعني لا يريد أن يميل إلى الإثم فيشتهي هذا الأمر ويأكله اشتهي ما حرم الله تبارك وتعالى أو يزداد عن حد الضرورة فإن الله غفور رحيم إذا علم الله تبارك وتعالى منها إنما لجأ ليأكل شيء من هذه من الميتة أو من الدم أو من لحم الخنزير أو من المذبوح لغير الله تبارك وتعالى ولكنه اضطر إلى أكله طرارا ألجأته ضرورة جوع الذي لا حيلة له يعني في دفعه إلا بأن يأكل شيء من هذا حتى يبقي على حشاشة الحياة ولا يريد أن يتوسع في هذا ولا هو محب لأن يعني عمر بن الخطاب رضي الله وتعالى فقال له يا عمر آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا قال له هذه الآية لو إنها نزلت علينا اليهود احتفلنا بيوم نزولها وجعلنا عيد نحتفل به كل عام فقال له أي آية أيها الحبر قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فقال له إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت قلوا أعرف الزمان والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية لقد نزلت على النبي صلوات الله والسلام عليه يوم الجمعة يوم عرفة في عرفة يعني والنبي قال يخطب في عرفة وقال له وكل اليومين عندنا عيد قل هذا اليوم الذي نزلت فيه الحمد لله عيد في يوم الجمعة عيد عندنا عيد فيه كل أسبوع وكذلك اليوم الذي نزلت فيه هو يوم عرفة عيد المسلمين فهذا من أيام الحج الكبرى وهو أعظم يوم طلعت فيه الشمس والمسلمون يحتفلون أيما احتفال يعني في هذا اليوم بما من الله تبارك وتعالى عليهم الواقفون بالوقوف فيه ودعاء الله تبارك وتعالى وبما يعني أفض الله وأكرمهم سبحانه وتعالى من الوقوف بعرفة وأداء الحج والعمرة ومن هم خارج عرفة شرع لهم أن يصوموا في هذا اليوم وأن يحتفلوا في هذا اليوم يقولوا أننا لا نحتاج إلى يعني اقتراحكم ونحن بحمد الله تبارك وتعالى هذه الآية قد ناسبت ونزلت في أشرف أيامنا وأحسن أيامنا وهو يوم عيد عندنا ثم قال تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات وهنا شرع سبحانه وتعالى في ذكر المباحات بعد أن سأله إذن هذا عرفنا المحرمات فماذا يسألونك سألوك يعني الصحابة ماذا أحل لهم ما الذي أحله الله تبارك وتعالى له فقال جل وعلا قل أحل لكم الطيبات الطيبات وهنا كلمة الطيبات جنس واسم يجمع كل طيب والطيب من الطعام ومن الشراب ومن اللباس ومن كل هذه المباحات هو ما زالت منافعه على مضر كل ما زالت فيه المنافع على المضر كان فيه مضر قليل لكن منافعه كثيرة فهو من الطيبات أو كان خالصا في الطيبة وليس به ضر ما فهو من الطيبات كل أحل لكم الطيبات كل الطيبات مفهم هذا أن الخبيث وهو ما زادت مضاره على منافعه قد حرمه الله وتبارك وتعالى وقد جاء في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالشريعة التي تحل الطيبات كلها كل الطيبات وتحرم الخبائث كل الخبائث كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه ثم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا نوع من أنواع الذي أباحه الله تبارك وتعالى وجعله معطوف على هذه الطيبات قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الجوارح إما الجوارح التي هي يعني ذوات الأنياب والمخالب التي تصيد بهذا كالأسد والفهد كلاب الصيد وكذلك الصقر والبازي ونحو ذلك من يعني الطيور التي تستخدم للصيد وما علمتم من الجوارح مكلبين أي تصيدون بالكلاب كلاب الصيد تعلمونهن مما علمكم الله هذا أول شرط من إباحة الصيد عن طريق هذه الجوارح أول شيء أول شيء لا بد أن تعلمها مما علمك الله تبارك وتعالى كيف تصيد لك لتصيد لك تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ولأن هذه الآيات فيها يعني مجموعة من الأحكام وقد أدركنا الوقت فإن شاء الله نعود إلى هذه الآية في الحلقة الهاتف أقول قولي هذا وأستغفى الله لي ولكم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم